السلام عليكم ورحمة الله أبنائي العزاء طلوب طلاب الصف الثالث الابتدائي في إطار برنامج معنا استمر هنكمل درسنا النهاردة مع الحاسب الآلي وبعنوان التعرف على برنامج الدفط طيب إيه اللي هنتعلمه في الدرس ده ماذا سوف هنتعلم أول حاجة مفتاح الإدخال اللي هو مفتاح الإنتر هنشوفه نتعرف عليه الحزف والتراجع التنقل عبر الحروف والتنقل عبر السطور وأخيرا التنقل عبر الصفر قبل ما نبدأ مع البرنامج لازم يكون مثلا معك لوحة المفاتيح تعرف إيه هو الأزرار اللي هنتعلم معه فقدمنا الزر الكبير ده هو اسمه إنتر وده يتميز بالسهم بتاعه بالكلمة الإنجليزية معناه باللغة العربية مفتاح الإدخال وده بيستخدم عشان التنقل على السطور فلما تسمع كلمة مفتاح الإدخال أو مفتاح إنتر هو المفتاح ده واللي معاه الدايرة ده مفتاح كنترول وده الاستخدامات كتيرة ما بيستخدمش الواحده في إغلب الحالات انت بتضغط كنترول مع حاية فأنا قولوا أضغط كنترول مع إيه كنترول مع زد فأنت هتكون ضغط على الكنترول وتفضل ضغط عليه وبعدين تضغط الحرف التاني ومعنا كمان هنا زرار اسمه الهوم اللي هو فوق ده والهوم ده اللي حينجلنا لأول السطر أو أول الصفحة لما نضغط مع كنترول وإند للنهاية وعند هنا زرار اسمه ديليت وده للحزف وده باكس بيس هنعرف الفريق بين الديليت والباكس بيس عاملين لما نتعامل مع الدفتر فالنهارده نازم تكون عارف انتر والكنترول والهوم والإند وفي النهاية الديليت والباكس بيس وطبعاً هذه الأسهم اللي هنتنقل بها ده اللي فوق اللي تحت ويمين واسع فنبدأ على بركة الله ونشوف برنامج الدفتر هادي برنامج الدفتر بالواجهة الافتتاحية بتاعته هاختار دي المحازاة وده نمط الخط مثلا نكبر شوية ومن هنا تقدر تختار نوع الخطوط اللي انت عايزها فنكتب كده بصناً بسم الله رحمن الرحيم خلصت عايزة نزل هتدوس على الانتر اللي قلنا عليه اللي هو مفتاح العالي لكن هو غالباً مفتاح الادخال ولكن هو غالباً بيتقال عليه مفتاح انتر فهتضغط انتر فهتنزل سطر جديد تكتب مثلا مدارس تربية المتميزة نكتب صف ثالث الابتدائي ودوس انتر طيب كده احنا عرفنا الانتر انا عايز اتحرك جوه الحروف بتحرك ازاي؟ بتحرك عن طريق الاسهم اليمين او الاسار بقرد كده دي انا شغال كده بالاسهم حس ان انا مسلا عايز ازود مسافة هنا او ان اتحرك كمير شوية وازود مسافة هنا كل انت بتحرك باسفل طيب انا عايز اطلع السطر اللي فوق بتقطع السطر اللي فوق عن طريق السهم اللي فوق تضغط عليه هتطلع لفوق بس هتطلع من نفس المكان اللي فيه اللي انت لو انت جاعد على الاول واجف على الاول السطر كده ورفعت حتطلع لفوق لو انت في اخر السطر وبرضو دوست على الزرار اللي بيطلع اللي على فوق هتلاقي نفسك تطلع في اخر السطر طيب انا عايز اطلع لاخر اول السطر مرة واحدة ما عديش على الحروف دي بضغط هوم كده نضغط زر الهوم الثاني. عايز ارجع اخر السطر بضغط انت. الزران نضغل عليهم. هوم انت. الهوم طلع لقدام. هدي هنا نرجع للصورة. ده الهوم. هنطلع للاول السطر. وده الانت. هيرجع لاخر السطر. طيب. انا عايز اطلع للاول المستند. هدوس كنترول اللي هو. وانه ده. تفضل ضغط عليه. وهتضغط مع الكنترول هوم او كنترول ان. انا نشوف. انا الحين هضغط على كنترول وافضل ضغط. اضغط على هوم. هتلاقي نفسك اطلعت لأول المستند فوق. لو انا ضغطت على اند. هتنزل لاخر المستند تحت. تاني. وانا لسه دلوقت اللي انا اضغط على هوم. مع اللجهة. ضغط عليها. ضغط هوم. طلعت فوق. ضغط اند. ونزلت تحت. طيب. تعالا للحزف. انا هنا في النص. هضغط زرار delete. انا دلوقت بضغط زرار delete. اللي بحصل اللي بحصل انه هو بيحزف للامام. اللي جاي قدامك. لكن اللي وارا المؤشر ما بيتحزفش. طيب انا هضغط على باكس بيس. وشوف اللي بحصل. حين ده كله صوت الضغط على باكس بيس. يبقى باكس بيس بيحزف للخلف. حرف حرف للخلف. يحزف يمكن يحزف بين مسند كامل. اما delete فبيحزف للامام. فانا دلوقتي عشان مفيش حياة قدام. كنت لو تسمعوا صوت الكمبيوتر. مفيش حياة قدام. انا بضغط على delete. مفيش حياة قدام. لكن اضغط على باكس بيس. هيحزف لما يخلص لخ. طيب. ده الحزف. اه delete وباكس بيس. طيب التراجع. انا عايز اتراجع عن اللي انا عملته ده. اعمل تضغط على control اللي قلنا عليها. تفضل ضغط على control وحتضغط على Z. حرف Z بالانجليزي. اضغط كل ضغطة هتفضل ترجع 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 للسطر. طيب. طيب فرضنا مسلا. انا مش عارف اضغط على control Z مش عارف control Z. في عندك هنا. ده السهم ده للتراجع. اضغط. تد يتراجع معي. اضغط وتراجع معي. طيب ايوة ده اللي انا عايزها خلاص اوارجع كده. يعني ترجع فيه ترجع للامام وترجع للخلص. لغاية ما تشوف انت عايز توقف فين. وتوقف على كده. يبدأ خدنا نهارده مفتاح الادخال. الحزف والتراجع. التنقل عبر الحروف. التنقل عبر السطور. والتنقل عبر الصفحات. واتعلمنا ازاي نتعامل مع زرار الانتر. وزرار ال control. ال home وال end. وال delete وال backspace. وعرفنا نفرج بينه. اتمنى ان يكون درس مهارده سهل ومفيد. واتمنى لكم التوفيق ونجح. والسلام وعليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة